أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أوزل علينا الملائكة أونا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعاتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يقولون حجرا مخجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملهم فجعلناه هباء منسورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة ويوم تشقق السماء بالغمى ونزل الملائكة تنزيلة الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافيين عصيرا ويوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعده جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومينا اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجذمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت بإفادة وردت الله ترتيلا ولا يأتونك بمثلين لا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين ينسرون على وجوههم لا جهنم أولئك شر مكانا وأظل سبيلا ولقد أعتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوما نصلا ما كذبوا الرسل قرعناهم وجعلناهم لنا في آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرسل وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له نمثال وكلا تتبرنا تذبيرا ولقد أعطوا على القرية التي امتوت مترسوا فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا خزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وتوفي يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواهو فأمتدكون عليه وكيلا أم تحسب أن ناثرهم يسمعون ويعقلون إنهم الله كلا نعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مدى الظل ولو شاء لدعنه ساكنا ثم جعلنا شمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا نعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعضنا في كل قرية نذيرة فلا تطح الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ونعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي قلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا موشرا ونذيرا كل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمله وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فأسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وجادهم نفورا سبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا انفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدخلون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وأعمل أعملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غطورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالرغو لغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عينهم وجحلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة كل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونوا لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين لأعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن شأن عز ننزل عليهم من السماء آية فظلت عن نوقهم لها خاضعين وما يأتيهم لذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا بالحفصياتهم أنباء ما كانوا به يستاذئون أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهنا عزيز رحيم وإن نادى ربك موسى أن يسل قوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل لنا هارون ولهم علي ذنبون فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيه فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا ولئذا ولبهت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففردت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من الصالح مرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فئعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسله إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لن اتخذ إلها غير إلا جعلنك من المسجونين قال ولو جيتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى صعف فإذا هي ضعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأي حوله إن هذا لساحل عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجو أخاه وبعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس فلأنتم مجتمعون فعلنا اتبعوا السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون لإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم مسادقوا ما أنتم ملقون فألقى وشبالهم عسيهم فقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى مساعصاه فإذا هي تغتلقف ما يأفكون فألقى ساحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالم رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن أدن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لو أقطعن يديكم ورجلكم من خلافهم ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضيرين إلى ربنا مقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايا أن كنا أول المؤمنين أوحينا إلى موسى نسر بعباده إنكم مستبعون فأرسل في العون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائدون وإننا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى نضرب عصاك المحرف فانفرق فكان كل فرقه منك الطوض العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وانجينا موسى ومن معه أجمعين ثم غرقنا الآخرين إن في ذلك لا يتوى ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واتنع عليه النبا إبراهيم إذ قال اليابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلها عاكفين قال هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدمون فإنهم عدو لإلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مريض طفاهم يشفين والذي يميدني ثم يحزين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي أم الدين رب هب لي حكما ويحقني بالشالحين وجعل لي لسان صدقين في العالمين وجعل في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم وقفل ليابي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم وينتصرون فكبكبوا فيها هم والغابون وجنوده بليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجدمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قول نوحني المرسلين إذ قال لهم أكرهم نوحنا لا تتقون إني لكم رسولنا مين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجره إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرضلون قال وما علمي فما كانوا يعملون إن حسابهم لا على ربي لو تشعرون وما أنا بتعرض المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأمجيناه ومن معه في الفلك المسحون ثم قرعنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهما العزيز ورحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هدنا لا تتقون إني لكم رسولنا مين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجره إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريعنا يتعبطون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله هاتيحون واتقوا الذي أمدكم بما تعملوا تعملوا تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وحيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو عطم لم تكن من الواعظين إن هذا إنا خلق الأولين وما نحن معذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهما العزيز ورحيم كذب تمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتيحون وما أسألكم عليه من أجر الناجرية إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وحيون وزروع ونخل وطلعها هضيم وتنحدون من الجبال بيوتها وفارهين فاتقوا الله واتيحون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يصدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثل نافات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نارمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له بالعزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتيحون وما أسلكم عليه من أجرين ونجرية إلا على رب العالمين فتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قومون عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوت ولا تكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعلمون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابدين ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مترا فساء متر المنذرين إن في ذلك لا يتهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهم العزيز الرحيم كذب أصحاب ليك المرسلين قال لهم شعيبنا لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتيحون وما أسألكم عليه من أجر في ناجرية إلا على رب العالمين أو فلكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصد المستقيم ولا توخصوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل تلورين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم مما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الضلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح العمين على قلبك لتكون من المنذرين بلشان عربي مبين وإنه لفي ظبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغطة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم تنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلقنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى ما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لما عزولون فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعدبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصاوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوى فتخلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبهكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاق أتيمي يلقون السماع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم ترى أنهم في كل باري يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين خدا وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخصرون وإنك لتلقى القرآن من لدى حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا فآتيكم منها بخبر أواتيكم بشهاب غبس لعلكم تصطلون فلما جاءها ندي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم أسلم ثم بدل حسنا ثم بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسعياتنا فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين ولما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم وحلوة فانظر كيف كان عاقبة المرسلين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير فوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الزن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكف غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها أرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وذي إله هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخباء في السماوات والأرض ويعلموا ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قالت ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يوجعون قالت يا أيها الملوء إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملوفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ودعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قالا تمدون للمال فما تأني الله خير مما تكون بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلا ناتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخجنهم منها أذلة وهم شاغلون قالت يا أيها الملويكم ياتيني بأرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال إفريتم من الجن ناتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقذي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب ناتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلواني أشكر ومكفر ومن شكر فإنما أشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكئ لها عرشها ننظر تهتديم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلها كذا عرشك قالت قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين خلالها دخل الصرحة فلما رأتها حسبت كل الجدام وكشفت عام ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني صلى الله عليه وسلم ومع سليمان لذائه رب العالمين فلقد رسلنا إلى ذا مداخرهم صلى الله عليه وسلم يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبلنا الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك ومن معك قالت غيركم عند الله بل أنتم قوم تفترون وكان في المدينة تسعة رات يفسدون وفي الأرض لا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيت أنه وأهله ثم نقول أن لوليه ما شهدنا مالك ألي وإننا سعدقون ومكرنا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشحرون فانظر كيف كان عاقبة مكريم أن دمرناهم فقوضهم أجمعين فتلك بيوتهم خبية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطن قال لقوم يتأتون الفاحشة وأنتم تفسرون فإنكم لتأتون الرجال شعوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوطن من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابدين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنزرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون صدق الله العلي العظيم